مؤسسات دولة المختلفة مهتمة جدا بمرابج التوعية الأسرية خصوصا برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الأزهر الشريف شغال بكل قوة في هذا الملف من خلال مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج الدورات دي اللي نفذها الأزهر الشريف هدفها اكتساب مهارات التعامل بين الزوجين ضوابط العلاقات الأسرية بينهم وبين بعض في المستقبل تفاصيل كتير جدا الحقيقة هنرفع عن هذه الدورات من الدكتور عبدالله سلامة المشرف على برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالأزهر الشريف صباح الخير على حضرتك نورنا في صباح الخيري مصر صباح النور ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وفسد المشاهدين جميعا أهلا محبرة وكل عام وانتوا بخير بمناسبة هلول قدوم شهري رجب المبارك عاده الله علينا وعلى الأمور الإسلامية بخير وإمنا بركاته اللهم أمين في البداية لنتكلم عن إطلاق هذه المبادرات في هذا التوقيت تحديدا هو مهم جدا احنا شايفين طبعا للأسف نسب الطلاق مرتفع جدا ونسب الطلاق يعني بترجع بشكل كبير جدا للفهم الخاطئ للضوابط الأسرية المفاهيم اتلخبطت المبادئ اتلخبطت لو نتكلم تحديدا في ظل مواقع التواصل الاجتماعي والعالم كله بقى منفتح على بعضه فيمكن المعايير اختلفت أو اتلخبطت لو نتكلم عن هذه المبادرات يا دكتور لو حديك تكلمنا عنها بالتفصيل وتقول لنا ايه اللي بيحصل فيها نعم في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الموضوع ابتدأ في 18-4-2018 بإطلاق وحدة لم الشمل وده كانت خاصة به الإصلاح الأسري بين الأزواق ما نزلنا الأرض الواقع وبنصل إلى الناس في بيوتها وجدنا أن المشكلة مش المشكلة أننا أصلح زوج وزوجة لا المشكلة بتبتدي قبل كده الوقاية خار من العلاق صحيح فتم إطلاق المشروع برنامج التواري الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018 البرنامج التواري الأسرية المجتمعية لف جمهورية مصر كلها في جميع المحافظات وأغلب الجامعات المصرية والمعاهد العليا تم تنفيذ البرنامج فيها كلقاءات موسعة وكذلك تم تنفيذ البرنامج في لقاءات موسعة بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية في المحافظ بدأنا في دورات المقبنة على الزواج يمكن الأظهر الشريف يعني متعاون بقوة في هذا الصدد مع الوزارات المختلفة مثلا وزارة شباب الرياضة نحن نفذنا مع وزارة شباب الرياضة عدد من دورات المقبنة على الزواج مع المجلس القومي للمرأة شغالين في المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية مركز الأظهر علامة الفاتحة الأكترونية بصفة أسبوعية بيتم عقد دورة أو دورتين في المركز في مركز الأظهر علامة الفاتحة الأكترونية في مشاركة الأظهر الشريف الحضور فيها بيتراوح ما بين 60 إلى 80 فرض في المجموعة الوحدة منهم يعني الأغلب فيهم فيه مخطوب بيجي هو خطبته أو مقبل على الزواج أو في منهم بيجي في مرحلة اللي هو ما خدش الدورة بيجي فيه اللي هو لسه متزوج حديثا في السنة الأولى من الزواج الحمد لله البرنامج وصل إلى ما يقرب من أربع مليون وخمسمائة ألف مواطن مصري بصفة مباشرة أربعة مليون حضروا؟ لا أربعة مليون اللي نفذ البرنامج فيهم من أول إطلاق البرنامج في أكتوبر 2018 الدورات اللي تمت ده أونلاين؟ لا التنفيذ شكل مباشر في اللقاءات المباشرة اللقاءات الجماهرية اللقاءات الجامعية كل هذه اللقاءات أما الدورات اللي تمت في مشيخة الأزهر أربعة وخمسين دورة اللقاءات المباشرة على الزواج تم تخريج عدد من الدفعات لأن مش كل دورة احنا بنعمل بنخرج فيها دفعة لا احنا بنعمل مثلا خمس دورات أو ست دورات بيتم تخريج دفعة مثلا مئتين أو مئتين وخمسين أو تلتميت متخرج من البرنامج وبيتم الحصول على شهادة معتمدة من الأزهر الشريف أو لو كان البرنامج بيتم بالتنسيق مع أو بالترتيب مع وزارة شباب الرياضة أو المجلس القوامة للمرأة أو غيره من الجهات أو المؤسسات في الدولة بيتم الاعتماد الشهادة من الأزهر الشريف والجهة المشاركة مع الأزهر الشريف طب دورة تدريبية يعني مواد يعني نعم عدد من العناصر نعم إليه الأهم العناصر دي وهل كلها ديني متعلق بالحديث والآيات القرآنية ولا بقى فيها مواقف إنسانية بقى فيها حكم يعني كلمني عن المضمون نعم المضمون أو المحتوى مش ديني فقط أو شرعي فقط لا إحنا بنعتمد على أربع جوانب الجانب الشرعي الجانب النفسي الجانب الاجتماعي الجانب التربوي لأن إحنا بنبتدي مع المتدرب من البداية خالص من أول ليه إحنا بنتجوز أو إيه هو سبب وجود الأسرة وجود الأسرة دي ليه أسباب آه ليه أسباب فإحنا بنأول أول أول محاضرة خالص وجود الأسرة الصالحة ضرورة دينية ومجتمعية طبعا فدي أول محاضرة في البرنامج بيتعرف بنخلها إحنا بنجوز ليه وهل الجواز ده أصلا يعني الفايدة منه أو المغزى منه إيه بعد كده بنتطرق إلى كيفية اختيار شركة الحياة علاقة الرجل بالمرأة أحكام الخطبة فني قدرت الخلاف الأسري فان التعامل بين الزوجين في حاجة أساسية ومهمة جدا اللي هي الانفصال الآمن إزاي إحنا حصل بيننا خلاف بين الزوج وزوجته إزاي إحنا نأمن الطريق لما بعد الطلاق لأنه مشكلة كبيرة جدا إن الزوجين مثلا حصل خلاف بينهم خلاص إحنا ما يعرفوش يديروا الملف ده الملف ده خلاص إحنا كنا في مرحلة وانتهت والأولاد هي اللي بتضيع بعد كده فالانفصال الآمن جزء أساسي من البرنامج عشان نأمن لا قدر الله إذا حدث خلاف ما بين الزوجين بنتترك لبعد كده إلى تربية الأبناء إزاي نرب أولادنا من البداية إلى النهاية فالبرنامج متكامل من البداية إلى النهاية بل إن إحنا بنتناول في مثلا في موضوع المصاريف أو موضوع إدارة الإدارة الاقتصادية للبيت تمام بيتم متخصصين والمحاضرة بتتم من قبل المتخصصين اللي حاضرين الدورة فالبرنامج كامل مش برنامج يعني مش قول في الأزر الشريف خلاص هو برنامج شرعي فقط لا هو متناول كل الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والتربوية بما يتناسب الواقع وبما يتناسب المفهوم العام لإن إحنا يعني الجهة أو القاعدة الكبيرة المستهدفة هي الشباب فإحنا يعني كل ما يدور في السوشيال ميديا أو التريندات أو الموضوع الأسري الدائر في كل الأفكار أو في كل الكلام خاص بالشباب بيتم تناوله في الدورة بس بمفهوم صحيح بمفهوم بسيط بمفهوم يصل إلى المتلقي وينتفع به وينفع به غيره طيب دكتور لو فيه دلوقتي خليني نقول فيه يعني شخص أو حد مقبل على الزواج نعم وحابب يشترك فيه هذه الدورات إيه الخطوات اللي يقدر يعملها عشان يشترك فيه هذه الدورات هو الموضوع بسيط جدا يعني من فضل الله عز وجل بتوجهات فلطة الإمام الأكبر مركز الأزهر علامة الفاتر الإلكترونية الرقم بتاعه 1-9-9-06 ده الخط الساخن بسعر المكالمة العادية هو بيتصل عنها في مركز الفاتوى وبيبلغ اسمه وبيتم التسجيل له على الدورة طيب الجزء الأساس الثاني الإلكتروني عندنا بوابة الأزهر الإلكترونية فيه لينك موجود على بوابة الأزهر الإلكترونية بخش أي محافظة هو البرنامج احنا نفذنا في اسكندرية ونفذنا في أسوان نفذنا في بورسعيد نفذنا في الإسماعيلية نفذنا في معظم المحافظات الجمهورية العدد ما يكتمل في كل محافظة احنا على طول بيتم التنفيذ ففيه ما فيه تكلفة مواصلات أو ينتقل لا احنا بنروح لحد عنده في المحافظة بيتم تنفيذ البرنامج فبيخش على بوابة الأزهر الإلكترونية بيلاقي أبليكيشن بيمنى الأبليكيشن بعد ما يسجله احنا بنتواصل به بنقول له والله دورتك في الوقت من كذا لكذا وبنراعي لو كان مثلا فيه هو بيعمل صباحي مثلا فبنعمل الدورة مسائية عشان بيبقى هو وخطبته وهو اه يعني هو مش بيبقى هو يعني هو حابب لوحده اه ما فيش أي مشكلة هو وخطبته يكون أفضل عشان خطر ايه ربما يكون عندنا معلومات أو فهم بيحتاج إلى توضيح أو تعديل أو إعادة فهم تاني فبيكون أفضل حضور الترفيين طب ما هي أوسس السعادة الزوجية ايه دكتور يعني المودة والرحمة نعلم جيدا أن الإدارة الخلاف نعم وقت الخلاف بشكل حكيم أن في بعض الحاجات كده انتو بتقولوا ايه يعني بتوعوا الناس ازاي أو بتقولهم الخلاصة فقع يعني عايزة أوصل كده نعم الخلاصة أن الأسرة ما ربنا عزيزي لتكلم عنها قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة التلات أمور دول لو كل واحد فينا مقبل على الزواج أو يعني هيرتبط بأي إنسانة أو إنسانة ترتبط بإنسان آخر تتزوج به لازم يكون إحنا مفهومنا عن الزواج إن أنا عايز أبني أسرة صالحة طيب أبنيها ازاي أبنيها لما أنا أكون عارف حقوقي وعارف واجباتي هبتدي إن أنا مجيش على الطرف الآخر لإن إحنا معظم المشاكل إن كل واحد بينظر إلى الفهم أو إلى حقوقه هو وبيطرق حقوق الآخر أنا حق إيه لكن علي إيه ما بنذكرهاش فده كان غلط عشان خاطر نبني أسرة سعيدة لازم نبنيها على إن كل واحد عارف ما له وما عليه طيب هيعرفه إزاي هيعرفه لما يعرف إن الأسرة اللي هيبنيها دي كل حاجة فيها هيسأل عنها أمام الله عز وجل كل حاجة فيها هيعملها هيسأل يعني لدرجة إن إحنا الواحد هيساعد زوجته في البيت ده من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله الإنسان مثلا هيتحمل زوجته في وقت مثلا الضيق أو وقت الشدة بتاعتها هيؤجر على هذا الأمر إنه هو يستمع إلى مشورك زوجته ده خلق من أخلاق سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أيضا هتتحمل زوجها في وقت عصبيته أو في وقت شدته هتؤجر على هذا الأمر أي شيء بتقوم فيه في رعاية في البيت أو ما إلى ذلك تؤجر على هذا الأمر يبقى الزوج والزوجة إحنا الاتنين بنسلم نفسنا البعض عشان نطلع أسرة تسعد الناس وتسعد المجتمع وتكون زخرة لنا في الآخر دكتور خلينا نرجع خطوة الورا نعم قبل ما نتكلم عن أسس السعادة الزوجية خلينا نرجع خطوة بس الورا لخطوة متعلقة باختيار شريكة الحياة نعم لو حضرتك هتدي نصيحة نعم المعايير اللي على أساسها يجب اختيار الزوج أو الزوجة بالنسبة ليه الاختيار احنا لازم نحكم العقل ولا نحكم ولا نحكم القلب الإشكال اللي عندنا إن احنا بنحب وبعد كده بنقول إيه خلاص هنرتبط لأ الحب يأتي المرحلة بتاعته بعد العقل العقل الأول اللي هو بيعلمنا إزاي إن احنا هل الشخص ده مناسب لي ولا لأ أنا ببص يعني بقوله كده الحب بينظر إلى جوانب محدود صحيح أما العقل بينظر إلى جوانب غير محدود فلذلك عشان الواحد يختار شركة حياته أو هي تختار شركة حياته لابد إن هي تنظر إليه بالعقل الأول هل هو متناسب معي يعني إيه مناسب ومناسب من أي جانب مناسب معي يعني أولا الكفاءة يعني المستوى التعليمي يكون متقارب الحاجة التانية المستوى الفكري والثقافي عشان ممكن يكون كل واحد ليه انتماء فكري أو ثقافي أو معرفي مش متماشي مع الطرف الآخر فيحصل مشكلة يبقى لازم موضوع التكافؤ التكافؤ فهمه إن إحنا الاتنين لو عشنا مع بعض هنقدر نستحمل بعض إنما إحنا الاتنين يعني مثلا أنا مختارش حد معين عشان صفة معينة طب الصفة دي راحت منه خلاص أنا مش أعيش معها مش أكمل معها فلذلك الاختيار عشان أختار شركة حياتي أو هي تختار شركة حياتها لازم تختاره بمعيار التكافؤ التكافؤ في كل الأمور التكافؤ في كل الفكر والثقافة والمعرفة التقارب التعليمي الأمور دي كلها لو جامعناها ببعضها هنصل إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ما قالش دين بس لا الدين هو وخلقه الدين مرتبط بالأخلاق لو واحد ما عندوش أخلاق يبقى الدين بتاعه في مشكلة يبقى الدين والخلق الأمر الآخر ما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضفر بذات الدين تربت يدك يبقى المرجع كله إلى التكافؤ اللي مجمل فيه كل المواصفات الإنسان اللي عايزها مش مصفة واحدة الإنسان مش هيعيش مع زوجته المستقبلية عشان خاطر شايف فيها صفة واحدة لا الإنسان هيعيش مع زوجته في كل حياته بكل صفتها بكل مميزاتها وبعدين رسالة ما فيش إنسان كامل طبعا وما فيش إنسانة كاملة إحنا كلنا مميزات وكلنا عيوب بس الشاطر والإنسان الشاطر اللي هو يقدر ياخد من المميزات ويعلي منها صحيح ويشوف العيوب ويقلل منها لكن لو كل واحد من الاثنين وقف للتاني على عيبه مش هنقدر نكمل صحيح ومش هنقدر إن إحنا نعيش مع بعض إنما لو كل واحد من الطرفين نظر إلى مميزات الآخر هنقدر نكمل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها الآخر صحيح طبعا مين اللي بيدرهم كيف يتم اختيار نعم أولئي المدربين والمتخصصين وعلى أي أساس يتم اختيارهم هل فيه إجراءات معينة نعم بيتم بناء عليها اختيار هؤلاء يعني هما دعاء بس ولا فيه يعني نعم مزيج من المعارف الخاصة بهذا زي ما حالكت فضلت هو البرنامج مش برنامج شرعي فقط أي لأ ده برنامج شرعي ونفسي واجتماعي وتربوي يعني معانا أسازة من علم النفس مثلا الدكتور محمد المهدي وغيره من الأساز المتخصصين في الطب النفسي أسازة في التربية في علم التربية وعلم السلوك أسازة في علم الاجتماع يبقى كل واحد في تخصصه كل واحد في تخصصه الموضوع مش موضوع إن أنا بدي درس ديني لأ أنا بعيش مع المتدرب بصفة كاملة عن الزواج وما يتم فيه وعن التجارب السابقة إزاي إنه هو يتخطى المشكلة فده لابد من المتخصصين فكل واحد في تخصصه بيقوم بالمحتوى التدريبي الخاص بي في البرنامج سواء كان محتوى شرعي أو محتوى نفسي أو محتوى اجتماعي أو محتوى تربوي دكتور بنشوف مثلا على مواقع التعاصل الاجتماعي بعض النصائح اللي بتخرج بالناس خلينا نقول يعني مش متخصصين يعني ولئن كان علميا أو فقهيا عشان يدوا نصائح للمتزوجين وممكن حتى نصيح يعني حتى المشكلة بتتبرز أو بتتبات في أقل من دقيقة تتحكي من طرف واحد أعتقد ده يعني مش كفاية إن حد يقدر يحكم على موقف سؤال حضرتك يا فاند لو شخص زوجة أو زوج جم توجهوا لحضراتكم وحكى مشكلة هل بتشوفوا إنه يجب كمان الاستماع للطرف الآخر ولا ممكن المشكلة يتم حلها من خلال طرف واحد تتعامله زي ورأيكم إيه فكرة التعامل مع المشاكل الزوجية تحديدا من خلال يعني أشخاص غير متخصصة في وقت بردو قليل جدا زي ما بنشوف ما بيحصل نعم أولا في موضوع الاستماع لطرف في عدم وجود الطرف دي مشكلة كبيرة وممكن تصل إلى إن الإنسان اللي بيستمع الضرر بتاعه بيكون أكتر من النفع بل إنه هو يضر في كل الأحوال ليه لأن كل طرف من الطرفين مثلا جنا جات الزوجة مثلا بتقول أنا حصل من زوجي كذا وكذا وكذا خلاص تمام استمعنا إليه نقول لا حضرت معلش يعني أنا استاذنا حضرتك إحنا هناخد رقم الزوج ونتواصل معاي جي زورنا في مركز الفتوى أو إحنا نروح للبيت ده ما بيساعدش الموضوع لا بالعكس سبحان الله من فضل الله عز وجل يعني أنا لو كلمت حضرتك تليفونيا ما حضرتك عبدالله سلامة من مشيخة الأظهر الشريف وحدة تلمي الشام للأسري أنا حزع لا لا بالعكس ما فيش واحد زي الأب ونالله الأظهر الشريف وزع طبعا طبعا سبحان الله والله وديم بادرة للصنح فيها القبول بل إنه هو بيشعر يشعر بالأمان والله العظيم عشان كلمة الأظهر إما ييجي والله إما ييجي وهو يشوف الدنيا يقول أنا حسس بالأمان فعلا وبعدين هو ما اتطلعش على الأمر بتاعه أو على المشكلة بتاعته حد مش ياسق فيه لا ده حد أمين عليه لإن إحنا يعني كل ما يحدث من خلافات هو أمانة فبنستمع وبنتصل بالزوج هو حب ييجي بيجي محبش ييجي إحنا بنروح له لحد عنده بنقوله نشرب معك الشاي بنقعد معه فحتة السماع لطرف واحد دي مصيبة كبيرة جدا طبعا لإنه كل واحد بيعرضي المشكلة منوجة نظره هو صحيح موقف واحد أنا باخده بطريقتي بأسلوبي أنا برويتي أنا وممكن يكون هو غلطان لما نعرف المشكلة أساسها إيه هنلاقي لأ المشكلة ده فيها طرف تاني والموضوع ما كانش كده لأ الموضوع كان كده فكان الحكم لابد فيه من سماع الطرفين عشان أصل إلى أفضل أفضل الحلول وأفضل المعالجة للمشكلة بالنسبة ليه موضوع التصدر لموضوع المعلومات على السوشال ميديا أو ما إلى ذلك على فكرة ممكن المعلومة الإنسان ينقلها وهو لا يعي صحة المعلومة أو ما إلى ذلك يعني تدخل فيه إشاعة الفتن وإشاعة المشاكل الأسرية ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سنى في الإسلام سنة حسن فله أجرها وأجر من عامل بها إلىهم القيام ومن سنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عامل بها إلىهم القيام فهو بيدي معلومة غلط كل اللي هينفذها هو هشيل وزر بتاحه صحيح فلابد من الإنسان أمانة الكلمة أمانة الكلمة بتصل للإنسان إنه هو يكون حديثه في النفع وليس في الضر أمانة الكلمة بيكون الإنسان فيها ينفع الناس والناس تسق فيه لكن للأسف الشديد إحنا ممكن ندخل يعني حد يقول أنا قرأت إن أنا زوجتي هتسمع كلامي لما أنا يعني أضرب ده مصيب لا ده كلام مش ده مصيب هقول أنا قرأتي فين قرأتي ده فين واحد جرب ده على الفيس ده ده مش كلام صدا فيه فرق بين المعلومة المتعلقة بشيء علمي أو معلومة تاريخية أو 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 ده أمانة علمية أو أمانة متعلقة بفكرة صحة المعلومة صحية والثقة في مصدرها لكن العلاقات مختلفة العلاقات شيء مختلف تماما والعلاقات بين الناس لازم تكون مبنية على تجربة وأبعاد الشخصية اللي قدامي وظروف اللي موجودة ممكن يبقى شخصية بس فيه دلوقتي ضغط معين وظروف معينة فالشخصية إلى حد ما عندها ضغط نفسي أو أو فبتختلف شوية فالموضوع أبعد من كده بكتير نعم الموضوع مش موضوع يا جماعة إن أنا بقول تجربتي تجربتي دي خاصة بي أنا صحيح خاصة بي أنا ربما اللي أنا هنقله تجربتي ده الجو العام اللي عنده غير مهيئ لهذه التجربة صحيح أنا مش كل واحد فينا ربنا اداله ميزة اداله يعني حاجة لوحده كده ما فيش حد يقول أنا ده هيبقى زي لا هو ربنا جعل لكل واحد فينا ميزة صحيح فكل واحد فينا ينصح ينصح فيه الحاجة اللي فيها نفع وفيها تقدم مش الإنسان يقولك عشان خطر يعني مثلا إنه هو يقول معلومة عشان خطر إنه قال معلومة صح غلط لا ده هتضر فلازم يكون الإنسان عنده أمانة للكلمة وكل واحد فينا يا جماعة كل اللي في دماغ حد يتقدم للزواج كل اللي في دماغه عن الزواج يسيبه منه خالص طبعا هو بيسمع هو عنده للأسف إحنا لدينا مجتمع عظيم في الموضوع بخش على الجواز بيبع عنده معلومات كم هائل صحيح لاقت عدد كبير جدا من لاقت استحسان كبير جدا من عدد كبير جدا من المشاركين واللي ظهرت أيضا في عدد كبير من المحافظات الأصدر الشريف بيعد مجتمع صحي وآمن وخالي من الأمراض المجتمعية ومحمل برسائل السماوية الخاصة بالزواج اللي هي المودة الرحمة من خلال هذه الدورات التدريبية اللي كلمنا عنها دكتور عبدالله سلامة المشرف على برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في الأزر الشريف بنشكر حركة دكتور الله يبارك فيك نورتنا في الستوديو الله يبارك فيك مزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله نشوف يعني نمزج مشارفة من هذه الدورات هو البرنامج اللي وصل لأربعة ونصف مليون مواطنة أي الدورات جزء من البرنامج صحيح ربنا يبارك فيكم نشرح ذاكي فالنجزي الله يبارك فيكم